هاي يا حلوين كيف يكون اليوم؟ ان شاء الله رب تكونوا كلها يتكون مناح اليوم بدنا نحضر سواء cold drinks خرج الصيفية مشروبات بردة فينا نشربها ونستمتع فيها بالصيف هنعمل قهوة بردة هنعمل مثل راسباري موهيتو هنعمل كمان لوتوس لاتي ثلاث اشياء فينا نستمتع فيهم بالصيف بردين وطيبين وكتير كتير سهل ان نحضرهم بس قبل ما نبلش ما تنسوا تعملوا لايك لهالفيديو سبسكرايب لقناتي ويلا خلونا نبلش باول وصفة اول شي هنحضر القهوة الباردة اللي هي الايس لاتي هنعوز هلأ ملعه من السكر اكيد كده المعددة اللي انا هلأ هعطيكن اياها هني هيعملوا مج واحد اذا انتو بدكن تعملوا كمية اكبر بدكن تدوب لو او تضعفو الكمية حتيت هون عندي بالوعاء ملعه كبيره من السكر هارشع ديف علي ملعه كبيره من الناس كافية فيكن تعوزو الناس كافية اللي انا هلأ عمعوزو او حيا لنوع تاني اهمش يكون اهوة سريعة الذوبان بس ما فيكن تعوزو ظروفة 3 in 1 او 2 in 1 يعني يفضل يكون متل هولي الحبيبات بعد ما اضيف الناس كافية هلأ اضيف عليهم مي ساخنه كمانه ملعه كبيره اسو نحن حطينا ملعه من السكر ملعه من الناس كافية وملعه من المي الساخنه منحطهن هيك بقلب الوعاء ومنخلطهن كليتهن سوا فيكن تخلطوهن بايتكن باستخدام الخفاءة اليدوية او ياما اذا عندكن هايدي الماشين تبعية القهوة فيكن تعوزوه او حتى الوسكي اللي بتكن اياه بنخلط تحت يتغير لونن ويصير هيك هيدا افتح ويصير متل كأنه قوامه كريمي منوقف خالط لما يصير عنا هيدا القوام ومنجهز الماج تبعنا بالماج اكيد بدنا نحط من التلج لانه هايدي القهوة لازم تكون قهوة باردة فاهم الشيء التلج بتحطه كمية حسب انتو اديش بتحبه انا تقريبا عبيت نص الماج بالتلج المكعبات وبعد ما نكون حطينا التلج بدنا نضيفه عليون الحليب وكمان اهم الشيء ان الحليب يكون عنا بارد منضيف تقريبا ثلاث ترباع المج من الحليب وبعدين هنصب فوقن الخليط القهوة اللي نحنا حضرناه هيدا الخليط حتى اذا بنخفقه اكتر بيصير مثل الكريمه بس انا حبيت خلي بهيدا القوام مشان يدوب معي بطريقة اسهل منضيفه فوق الحليب والتلج اللي عنا هيه وبصير عنا القهوة جاهزة اكيد اذا انتو بتحبوها تكون حلوة اكتر من هيك بتحطوا زيادة كوندنس ملك مع الحليب بتحلو الحليب بالسكر متل ما انتو بتحبو بعد ما ضفنا القهوة صار عنا الايس كافي جاهزة بنخلطها هيك بالملعات حتى تندمج القهوة مع الحليب وفينا صار نشربها ونستمتع فيها شفتوا قديش سهلة يعني انا متأكدة انكن كتير كتير حتحبوها لزم تجربوها وتدقوها انا استمتعت فيها هيك اعادت روقت انا ولبسينة تبعيتي بس صراحة هي شكلا ما حبتها ابدا شمت ريحتها وانجأ يعني ما قربت عليها بالمرة هلا تاني شي بدنا نحضره هو الراسبيري او صراحة مش الراسبيري عم خربت هو البلو بيري موهيتو فيكن تعملوه بالراسبيري فيكن تعملوه بالستروبيري بياللي بدكنيه هنجيب هلا كمان الماكة اللي بدنا نعوزه هعوز من الحامض هيك حت من فوق وبعد ما حت من الحامض هجيب السحن حتى بقلوه شوية ملح هغطسها هادي صراحة بس هيك كشكل عم بعطيكم فكرة اذا كان عندكم ضيوف وحبين تقدموه الماكة بطريقة حلوة فيكن تعملوه هيدا الطريقة بعدين عندي هوني انا البلو بيري هني مفرزين انا اللي عملتو انو طبختن شوي عالنار وحطيتهم متل ما شفتو بالجار هلا هاديف هوني بقلب الماكة تبعي عصير نص حامضة متل ما قدتلكون هول كلهم مكونات ومقادير لمق واحد بعد ما اضيف عصير النص الحامضة متل ما قدتلكون البلو بيري انا مجهستو منحت ترنشات من الحامض اذا بدنا فيكن تحتو كمان معو نعنع اذا بتحبو انا صراحة ما كان عندي نعنع فرش فما حطيت اللي عندو نعنع فرش فيه ونضيف عليهم خليط البلو بيري كل اللي عملتو انو سخنتو على النار لحديد ما صار تلع عندي الجوز تبعو وهن شوي دبلو ضفتو هاي كلها هنة لاحظوا انو هنة بعضهم ساخنية وبعدين اكيد بدنا نضيف التلج كمانة التلج بترجع لحسب انتو اديش بتحبوه بس صراحة هول اشياء كتير طيب ان يكونوا مليانين تلج يكونوا هيك بيردين كتير سو انا هلا حطيت التلج اللي بديه وبعدين بتضيفوا عليه السفناب هايدي هي تخيلوا بهالطريقة الكتير سهلة والكتير بسيطة هتعملوا هيك درينك كتير طيب يستمتعوا فيه ديوفكن وحتى انتو عائدكم تستمتعوا فيه فيكن تنكهوا فيه تخيلوا بلا البلو بيري تحتوا سترابيري فيكن تحتوا راسبيري هاي اللي فيكها انتو بتحبوه بتلبق مع هيدا مع الحامض ومع هيدا الخليط فيكن تستخدموه وكل اللي علينا نعمله هلا انو نحنا نقدموه اكيد لازم تخلطوه منيح مشان تخلطوه الحامض والبلو بيري مع السفن اوب وفيكن بلا السفن اوب تعوزوا بيري او تعوزوا هيك سودا ووتر بس بس انا بحب السفن اوب لانو بقلبو شوية حلاوة سو لهكي بيصير ما في داعبو انضيد سكر او انحلي اكيد اللي بيحب انو بلا ما يكون زيادة انو بالحلاوة تبعيتو فيكن تعمل متل ما قتلكون متعوزوا بيري او حالة شي تاني منخلطو منخلطو كتير منيح ومنقدمو وهيك صار عنا تاني درينك لليوم جاهز هلا فاضل علينا اخر درينك حنحضره سوا ويلي هو الوتس لاتي هيدا المفضل عندي واكيد مفضل عند كل الاشخاص اللي بيحبوا اللوتس سوبر سهل سوبر طيب وانا متأكدة انكن كمانا كتير حتحبوه واكيد حتعتمدوه هلا متل ما كون شايفين كمانا بالماغ منجيب اللوتس ومنحط ملعه كبيره من اللوتس برات بالماغ فيكن تعملو نفس هيدا الطريقة مع النوتالا بلا اللوتس بتحطو من النوتالا وبدنا نجهز الشاط من الاسبريسو اذا ما عندكم الاسبريسو ماشين كله ليكن تعملو ملعه كبيره ملعه صوري صغيره من الناس كفيه منضوبه بشوية مي ومنخلطه كتير منيح وهلا بعدين مناخد هيدا الشاط منجهزها منحطها على جناب وبدنا نخلي الحليب يصير فوم انا عند الماشين كمان اللي ما عنده الماشين بتحطوهن بجار بأترميز وبتصير وبتخطو الحليب الحليب اكيد لازم يكون بارد انا استخدمت الماشين لانه متوفر عندي اللي ما انا متوفر عنده متل ما قلت لكم الطريقة او حتى بالخلط بتخلطوه كتير منيح هلا بالماغ منضيف القهوة لازم تكون ساخنة مشان تقدر تدوب معنا اللوتس ومنخلطها كتير منيح لحتى تدوب اللوتس على الاخير وبعد ما تدوب اللوتس كمانا شو بدنا نحط بدنا نحط من التلج التلج بهايدا الوصفات هو شي ضروري لانه كل المشروبات اللي عم نحضرها مشروبات صيفية وبردة هلا منضيف عليهم الحليب وبعد ما نضيف الحليب بيكون عنا فاضل الفون منضيفه هيدا بالملعقة على الوج وصار عنا اللاتي جاهز هلا بس بدنا نزينه وبدنا نقدمه الزينة طريقة كتير سهلة بتحطو شوي من اللوتس هيك بتتحنون شوي على الوج وفيكن تحطو كمانا من اللوتس الدوبو وتحطوه على الوج صراحة انا ما خطر ليه هلا خطرت لي هالفكرة انا عم سجلكم هيدا الاوديو وبعد هنا بتجيبوا هيك قطعة لوتس صغيرة وبتشكوها من فوق واكيد ما تنسو تخلطوه قبل ما تشربوه مشان ينخلطو كل المكونات مع بعضون وهول كانوا وصفتنا لليوم ان شاء الله تكونوا حبيتوهون وان شاء الله تكونوا استمتعتو فييون جربوهون اعطوني رأيكون وصحتين والف هنا